أهلا بكم يعيش الكثيرون من الدول وتحديدا من سكان الدول ذات الاقتصادات المحدودة أو تلك الدول التي لا تزال تعيش أوضاعا أمنية واقتصادية بالغة السوء تعيش على وقع ما يقذف من خلال أبنائها مباشرة إلى المناطق التي يتصور أولئك الذين وضعوا حياتهم قيد المخاطرة يتصورون أنهم ذاهبون إلى النعيم أو إلى الجنة الموعودة على الأقل هذه أحلامهم وتصوراتهم هذا ليس حدثا أوليا أو حدثا يمكن أن ننظر إليه باعتباره أمرا جديدا أو غير مألوف ذلك الحدث الذي تعاملت معه السلطات الإيطالية باعتباره أن هناك ما يزيد على ستين جثة جرى انتشالها من بينهم إثنى عشر طفلا لم تغفر لهم أجسادهم الضعيفة ولا ملابسهم البالية لم تغفر لهم شيئا في هذه الدنيا التي ضاقت فيها الأرض بما رحبت عليهم فتنقلوا ما بين دول ودول تنقلوا ما بين قوارب لا تصلح أصلا لنقل البشر تنقلوا وهم يظنون أنهم سينجون مباشرة عند ذهابهم إلى تلك الشواطئ في البحر الذي كان العرب قديما يسمونه بحر الروم البحر الأبيض المتوسط إيطاليا كانت مسرحا لهذه الحادثة الجديد فيها أن هناك حكومة بنفس مختلف تماما لا يبدو أنه يرحب كثيرا بالمهاجرين وتحديدا بالمهاجرين الذين يصنفون بالمهاجرين غير النظاميين أو المهاجرين غير الشرعيين تقول جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الجديدة أنه يؤصفها كثيرا أن تجد ما يزيد على مئتي فرد في قارب صغير وصغير للغاية يضحى بأكثر من ستين شخصا على متن هذا القارب لكنها في النهاية تلقي باللائمة تماما على الدول التي تصنف باعتبارها الدول المصدرة لهذه الظاهرة كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع الواقع الجديد بالضغوطات الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها الدول التي تنقل أبنائها كرها أو طوعا إلى هذه الدول رغبة في حياة أفضل وكيف يمكن لهذه الدول التي تشكل وجهة نهائية لهذه الأعداد التي كانت في أوقات كثيرة كبيرة وكبيرة للغاية وينظر إلى عام 2023 بأنه يحمل مؤشرات بأن الأعداد قد تكون أكبر مما كانت عليه في السابق كيف يمكن لهذه الدول أن تتعامل على وقع ضغوط اقتصادية أصلا تعانيها هذه الدول فضلا عن تشكل جديد وجديد للغاية في خارطتها السياسية أهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا المساء ترجمة نانسي قنقر